ترسي خالد حق مشروع طموح حق مشروع ومن حقه المنتخب الموريطاني وفصلناها أمس وقلنا خباياه بالنسبة للمدرب نتاعو عنده باع بالنسبة لتجربة في القارة الإفريقية ونقول لك هره محفز ومحمس ومشح اللاعب نتاعو باش يدخل لي فوز كيف يفوز؟ هنا نقطة كما نقوله الاستفهام الفوز عندك بليزير سيناريو تقدر تصبر تسنى وتعرف خاب النقاط الضعفة المنافس ويا ربما في الربع ساعة الأخر اللي تقدر يا ربما إذا ما كنش فايز والتعادل هذا كنتايا ما يساعدكش كمنتخب موريطاني هنا الأمور تقدر تتغير ولكن الشي اللي نقدر نقوله بالنسبة للمنتخب الموريطاني نوعا ما تطور وقارنة مع النس خالفات حتى بالنسبة للمنتخبين تاعنا لأنه المنتخب تاعنا في النس خالفات سجلنا هدف وتلقينا ربع أهداف وما كانتش عندنا القدرة باش نعود ونرجعوا في النتيجة مثلا مع قينة إكواتوريال حتى مع الكود ديفوار وكملنا سفر سفر وهذا الحالة شفنا احنا إلا مع منتخب الكود ديفوار في النسخة تاع مصر أنه كنا فيزين وتعادلنا ومشينا لضربة الترجيح نفس الشي اللي صارنا مع المنتخب الأنغولي أنه كنا فيزين وما حافظناش على التقدم من تاعنا بعد كما احنا نقوله 30 دقيقة أو 45 دقيقة عود درجاع في المباراة وحتى وكان عندنا وقت نوعا ما باش نعود ونرجعوا وما كانتش ردد فعل إيجابية أما مع المنتخب الأنغولي البوركينا بي نشوفه أنه كانتش ردد فعل إيجابية تلقينا هدف في وقت قاتل بعد رجوعنا من غرف الملابس أنا حبيت نهضر على واحد الأمر مهم الجانب السيكولوجي والذهني في هذا المستوى لما تكون عندك دورة مراهي سهلة كيف أنت يكونوا محضرين لعبين وبعد نشوفه مع بوركينا هذا كل هدف اللي عودنا ردنا مع بونجاح على كوروكنية خارجية هذا كل هدف نقدر نقول لك عود زعزع اللاعبين داخليين مما يخلينا نقوله أنه ورجعنا من بعيد لأنه الجانب الذهني بحد ذاته المهم أنه اللاعبين يكونوا حاضرين